الأخبار من الحدث بعد الحاكم الإيراني إيرلو زعيم ميليشيا حزب الله يفرض على الحوثيين علنان رفض المبادرة السعودية للسلام نقاش روسي سيني إيراني لخارطة طريق وجدول زمني لحياء الاتفاق النووي محامون لبنانيون يتقدمون بأخبار بشان أدوية إيرانية بديلة تخالف معايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية فيديو متداول للبطريارك الراعي يتهم في حزب الله بما وصل إليه لبنان لاجئ سوري يصحب ترشيحه من مجلس النواب الألماني بعد تهديدات عنيفة من اليمين ووزير الخارجية ياسف نشرة لأهم الأنباء من الحدث أهلا بكم نبدأ من تطورات الشأن اليماني حيث حرض زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله زعيم ميليشيا الحوثي علنا على رفض مبادرة السلام السعودية بين أطراف الأزمة اليمنية هذا التحريد من زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني لقى استهجانا واسعا من اليمنيين على منصة تويتر واعتبروه تطاولا على سيادة اليمن وتدخلا في شؤون اليمنيين إذن زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني يخاطب زعيم ميليشيا الحوثي اليمني ويحرده على رفض المبادرة السعودية وتويتر مشتعل أما زميلة ميس الحربي فسترصد لنا كل ردات الفعل ميس معك هلا بك ربا إذن حسن نصر الله يقود الخطاب الانقلابي في اليمن بدلا من زعيم التمرد عبد الملك الحوثي ويحرده علنا على رفض المبادرة السعودية التي لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا وتدعو إلى وقف إطلاق النار بين اليمنيين والوصول لحل سياسي المعركة في منصة تويتر من اليمنيين وحتى بعض اللبنانيين مشتعلة ضد زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني الذي اختزل اليمن في شخص عبد الملك الحوثي نشاهد معكم تعليق للوكيل المساعد لوزارة الإعلام لشؤون التلفزيون اليمني فياض النعمان يتحدث عن سيادة اليمن التي دوما ما ينادي بها زعيم التمرد عبد الملك الحوثي ويقول السيء حسن نصر الله اللبناني يتحدث وكأنه رئيس حكومة اليمن هذه هي السيادة التي أزعج بها زعيم الإرهاب في اليمن عبد الملك الحوثي آذان اليمنيين على مدى سنوات وقتل على خلفيتها عشرات الآلاف من أبناء اليمن لن تكون اليمن ولاية إيرانية مرتع لإرهاب طهران فاليمن جمهورية وستظل جمهورية عربية أو سيظل أيضا سلطان طرفان يضع على الطاولة لليمنيين الرد الإيراني ورد نصر الله على السلام في اليمن ويقول حسن نصر الله وإيران وهنا يقصد حديث الحاكم العسكري لإيران حسن إيرلو ويقول إنهما يعترضان على المبادرة السعودية وأبدوا اعتراضا ورفض المبادرة أظن المبادرة تخص اليمن اشتخل حسن نصر الله وطهران في اليمن هل فهمت يا أهل اليمن؟ أيضا تغريدة لنادي سلطان تتحدث عن حال البلدان التي يعيش فيها وكلا إيران وتعلق حسن نصر الله كالحوثي فرع اليمن دويلا داخل دولة زرعتها إيران لتكون تابعة للولي في قم لم يدخل المجوس بلدا إلا أقيمت على أنقاضه أما عادل أنزالي فرد متعجبا من نصر الله وكتب عجيب أمر حسن نصر الله يتحدث عن اليمن ويعطي المواعب وبلده غارقة بلا خدمات بلا كهرباء وبعملة منهارة وبانفجار أخذ نص بيروت وميليشياته غارقة بالدم العربي لو سكت وانشغل في حل حلة أزمات شعبه أو غاب عن الواجهة كان أنفع له وللبنان وللمنطقة وللأمتين العربية والإسلامية أيضا تغريدة أخرى من حساب يمن استهجن تدخل حسن نصر الله اللبناني الموالي لإيران في شؤون اليمنيين معلقا بقوله حسن نصر الله يحشر نفسه ويدس أنفه فيما لا يعني خدمة لأسياده في طهران أيضا حساب يمني جمهوري يتعجب بقوله حسن نصر الله بات الناتق الرسمي باسم جماعة الحوثيين في اليمن أما تغريدة أخرى لابن العرب فوضع أوجه الشبه بين لبنان واليمن بقيادة زعماء ميليشيات الحوثي ويقول حسن نصر الله وعبد الملك الحوثي يتناصحان مع بعضهم المصيبة أن لبنان واليمن أوجهه متشابهة جبال وبحر واقتصاد منهار وعلاقتهما بالله قوية واحد من حزبه والثاني من أنصاره الاختلاف واحد الأول يتعاطى حشيش كما يقول والثاني يخزن قات أيضا الناشط اليمني فصل المجيدي رد على حسن نصر الله بأصالة اليمن وإرادة أهل وقال مهما تكلم حسن نصر الله فلن يمضي إلا ما أرادوا اليمنيون عملاء إيران سيدفنون تحت ضلال السيوف اليمنية الأصيلة إذن كما شاهدنا هذه أصوات يمنية وتويتر يعج باللبنانية جميعها تهاجم حسن نصر الله وتتوحد بالقول هل تريد اليمن كما فعلت بلبنان وأهله لا حكومة واغتيالات وفقر نشاهد معكم جرأة زعيم ميليشيا حزب الله على اليمنيين واللبنانيين الذين طالبوه بأن يهتم بمصائب لبنان التي أوصله إليها بدل التعاطي بشؤون الآخرين تابعوا تصريحه الحرب على اليمن والصمود اليمني خلال ست سنين وما وصلت إليه الآن فيه الكثير من الدروس والعبر والتجارب للبنان وفلسطين وكل شعوب المنطقة والمستدعافين في العالم الحقيقة المعروض على الإخوة في اليمن كما هم يفهمون ويشرحون أنا بدي حاول إشرح يعني أستخدم هذا المنبر أيضا لإيصال صوتهم هم هذا تحليلهم هذا فهمهم هم المعروض عليهم ليس وقف حرب وإنما المعروض عليهم وقف إطلاق النار واستمرار بقية أشكال الحرب من الرياض ينضم إلينا أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف دكتور عبدالله أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث لابد أنك تبعت معنا الغضب الكبير الذي أثرته تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني وتحريضه لزعيم ميليشيا الحوثي على رفض مبادرة السلام السعودية في اليمن كيف تعلق على هذا التحريض وعلى هذه التصريحات مساء الخير لك والمشاهدين قناة الحدث هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها حسن نصر الله بالشأن اليمني وهذا يدل دلالات كثيرة ويبعث برسائل كثيرة جدا أن هناك تدخل واسع أن الحوثي هو مجرد أدوات أن اليمن اليوم أصبح كما يقال على المكشوف يحكم من السفير الإيراني الحاكم العسكري ومن الناطق الرسمي الذي يحرض اليوم على الانقلاب على المبادرة وأسمحي لحضرتك أن أقول أنها اليوم ليست مبادرة سعودية لأنها أصبحت مبادرة دولية لأن هذه المبادرة حصدت رضا دوليا وحصدت رضا أمميا من جميع المنظمات ومن المبعثين الأممي والأمريكي فاكتسبت صفة الدولية وأصبحت بهذا المفهوم مبادرة دولية لإنهاء المعاناة اليمنية اليمنية التي تسبب بها الحوثي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هنا تدخل في أشياء اليمن وهنا مر دعوة للتحريض والانقلاب على هذه المبادرة وعلى جهود المبعثين الأممي والأمريكي وأيضا الحكومة اليمنية اليوم مطالبة بالانتقال لمجلس الأمن وإلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن استنادا على المادة التاسعة عشر لمخاطبة هذا المجلس لمعاقبة حزب الله الإرهابي لأنه يتدخل في أشياء اليمن كما يجب أيضا على المبعثين الأممي والأمريكي أن يكون لهم موقفا يشهد به التاريخ هنا انقلاب على أيضا جهودهم التي استمرت لعدة سنوات من أجل الوصول إلى هذه المبادرة التي اكتسبت صفة الأممية وليست صفة السعودية فقط طيب هل برأيك كل ما ذكرته حول الخطوات التي من الواجب على الحكومة الشرعية اتخاذها لتقديم شكوى أممية لهذا التدخل سواء من الحكومة الشرعية اليمنية أو حتى من المبعث الأممي إلى اليمن هل يمكن أن تحدث أي فرق ليصار إلى الحد من التدخل تدخل ميليشيات المدعومة من إيران في الشأن اليمني؟ بل يجب إن كان هناك ثمة ضمير بقي فيه شيء من الحياة وهناك رغبة صادقة أممية لإنهاء المعاناة اليمنية اليمنية وهناك رغبة جادة للمضي في خارطة الطريقة التي رسمتها المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إجراءات على أرض الواقع بعيدا عن الرفض والتنديد والاستنكار والاستهجان يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة لأن هذا تدخل في شأن داخلي لدولة عضو في المؤمن المتحدة ثم لننظر من الذي تدخل ليس الدولة الذي تدخل هو يفترض في أحسن الأحوال إذا نظرنا إليه فهو حزب سياسي من مجموعة أحزاب أو من إتلاف يكون حكومة في أحد الدول العربية إذن هنا بعد آخر وخطير جدا هذا الحزب يفرض نفسه دولة داخل الدولة ويتحدث بإسمها ويتحدث أيضا إلى أعوانه في اليمن للانقلاب على هذه المعاهدة أو هذه الحلول وبالتالي يجب على الأمم المتحدة أن تردع هكذا ميليشيا بقوة الأنظمة التي لديها الأمم المتحدة لديها مجموعة من المواد تستطيع سكات مثل هذه الأصوات النشاز بالقوة وليس فقط بالتصريحات طيب دكتور عبد الله أيضا برأيك يعني كم تؤثر مثل هذه الدعوات وهذا التحريد من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني على كل المساعي السعودية بالدرجة الأولى والمتبنات والمدعومة أمميا لإحلال السلام في اليمن السعودية لا تلتفت إلى مثل هذه الأصوات النشاز مرة أخرى ولكنها ستمضي في البحث أيضا عن الحلول وتقديم المزيد من الدعم الحل السياسي كما أعلنت المملكة العربية السعودية وكما بادرت في أكثر من مرة في طرح الحلول السياسية ستتحدث السعودية مع الشركاء للمزيد من التفاهمات حول الوضع في اليمن لكن مرة أخرى نحن مثل هذه الأصوات يجب أن تلجم لأن عبد الملك الحوثي وأتباعه هم مجرد أدوات هم الذين يستقبلون الإشارات من طهران ومن الضاحية الجنوبية ثم يفعلونها على أرض الواقع هنا معاهدة مكتملة الأركان ثلاثة مرتكزات رئيسة سياسي وعسكري وإنساني وإذا استمعت الحقيقة لهذا الخطاب الخطاب أولا هو مليء بالتضليل خطاب قائم على التضليل خلط الكثير من الأباطيل بقليلة جدا من الحقائق وحاول أن يظهر المظلومية التي ينتهجها هذا الحزب إلى الآخرين ويسقطها على الحالة اليمنية والحالة اليمنية مختلفة تماما في جميع أبعادها وتركباتها وتعقيداتها حاول قدر الإمكان أن هذه المبادرة السعودية مبادرة غير منصفة لكن عندما يتحدث الإنسان بعقل ووعي يجد أنها منصفة ويجد أن الحلول هي إيقاف إطلاق النار في المرحلة الأولى ثم التفاهمات والمضي خطوة من الجانب هذا من الحكومة اليمنية وخطوة أيضا من ميليشيا الحوثي ثم الوصول إلى نقطة المنتصف وهذا ما لا يريد حسن نصر الله ومن خلفه إيران هناك مقتصبات لماذا؟ على ماذا يراهنون؟ إذا كانوا يرفضون كل مبادرات السلام والمبادرات الإنسانية والسياسية ويصرون على المضي في الحلول العسكرية هم على ماذا يراهنون؟ على تحقيق انتصارات عسكرية أم سياسية وكيف؟ لا يراهنون على انتصارات عسكرية أبدا هذا الأمر محسوم تماما للتحالف والفارق كبير جدا لكن هم يراهنون على عملية الوقت على عملية أن هناك تدخلات أممية بفتح المجال للمطار بفتح المجال لميناء الحديدة حتى تدخل المزيد من الأسلحة والخبراء وبالتالي إطالة أمد الحرب الحل السعودي قدم حلا ذهبيا لإنهاء هذه الأزمة وكما يقال السعودية سجلت الهدف الذهبي وأغلقت المباراة وجعلت الخصمين اليمنيين المتقابلين لبعضهما وهي تدعم كل المحادثات السائرة سواء في مسقط وفي جينيف وفي الكويت وفي استوكول وفي ظهران الجنوب هيئة جميع الأسباب وتقف أيضا على منطقة المنتصف من الجميع لكن هم يركزون كثيرا على التراخي الأممي مرة أخرى سأعيدها يركزون كثيرا على التراخي الأممي وميوعة القرار الأمريكي أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من رياض كنت معنا أستاذ الإعلام السياسية دكتور عبدالله العساف شكرا لك أيضا نبقى في شأن اليمني حيث أنهى المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لندر كينغ جولته المكوكية بين رياض ومسقط بحسب وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت أن اجتماعاته في السعودية وسلطنة عمان كانت مثمرة الخارجية الأمريكية قالت أن مناقشات لندر كينغ ركزت على الجهود الدولية لوقف دائم لإطلاق النار وأبرام اتفاقية سلام شاملة في اليمن وعبرت عن تفاؤلها بمواصلة تفريغ سفن الوقود في الحديدة كما رحبت بتقديم السعودية منحة بمليارات الدولارات لدعم الوقود دعا سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرن جماعة الحوثي لأطلاق صراح معتقل يمني يهودي ديانا يقبع في سجونها رغم الأحكام القضائية التي قضت بالإفراج عنه وأعرب سفير البريطاني في تغريدة على حسابه في تويتر عن استياءه لعدم تمكن المواطن اليمني بمثال مأموسة مرحبي من الاحتفال بعيد الفصح لوجوده في السجن معتبرا أن حالته تعد مثالا مقلقا لطبيعة الحياة في ظل حكم الحوث القمعي ودعيا إلى أطلاق صراحه فورا بحسب قوله فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن عراقي غاضب يقارن بين سعودية وإيران نتابعهم لو ما أكو ذيول بالأراغ ولو ما أكو خوانة بالأراغ تخسي إيران تدخل شبر للأراغ سعودية جاء تطينا عرض الكهرباء ثلاثة سنة ويأخذون من إيران الإرهابية تسعين بالله الكريم إحنا لو نخط إيديني بإيد الخليج والسعودية السعودية عدها استعداد تسوي أن العراق مثل السعودية بس كود إيران الإرهابية الداعشية متتدخل دولة أخطر من مرض كورونا أخطر من مرض السرطان دولة إيران أخطر من السل أي دولة طب لها إيران يتدمرها روح شوف سوريا سوريا من يدمرها؟ غير إيران اليمن من يدمرها غير إيران؟ بس هاي الطائفية مين؟ إيران خامنائي الإرهابي واحد يحكي على واحد تصير مثلا أنت أنت يصير مثلا؟ لك كافي دجل كافي عيب لك كافي نحن بقرن الواحد وعشرين خلني بنى بلده خلني بنى عراقره ثاني أغنى بلد بالعالم بتصدير النفط بلد الحضارات بلد النهرين شوفوا 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 سعودية صارت والله أحدهم من أوروبا السعودية أنا رحت العام للسعودية تعجبت يا أخي شنها التطور شنها النظافة شنها الاحترام الناس يعني أنا رايح حجي يعني الشرطة يا أخي احترامات بكل احترام وكل أدب تعاملهم شان شان؟ والله تعاملهم ما أدري أشي أقول لك أشرف من الشرف أنا واي خوفوني ناس الله وكيلك دير بالك من هذا باوع مننا مننا تناقش روسيا والصين وإيران خريطة طريق وجدول زمني لإحياء الاتفاق النعوي وذلك بعد تصريح الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أنهم ينتظرون مقترحا إيرانيا لإحياء الاتفاق وقال وزير الخارجية الصيني وانجي أن بلاده أرسلت مسؤولين إلى موسكو لإجراء مناقشات حول المسألة من جانبها أفادت رويترز بأن مسؤولين غربيين أكدوا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران توصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق وبأن طهران ترغب في مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق هذا واتفق رؤساء فرنسا وروسيا وألمانيا على تنسيق جهودهم لبدء الحوار مع إيران وعودتها إلى احترام التزاماتها النووية من جانبها قالت موسكو أن إدارة بايدن ترسل إشارات تبعث على التفاؤل حول فرصة التوصل إلى حل وسط بشأن الاتفاق النووي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف أن المقترح الأمريكي الخاص بالعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي غير مقبول بتاتا وأن على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى في العودة لالتزامات الاتفاق لأنها هي التي خرقته وخرجت منه وطالب الوزير الإيراني الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى وعدم محو أربعة أعوام من تاريخ إيران معتبرا أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفعل شيئا لم تفعله إدارة ترامب السابقة وأنها تمارس نفس السياسات والضغوط اتجاه إيران ضريف أضاف أيضا أنه لو عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ونفذت التزاماتها ستعود إيران أيضا إلى التزاماتها أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قلقه من تراجع أقبال الإيرانيين على صناديق الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من بدء الانتخابات محذرا من أن انهيار مفهوم الانتخابات والاستفتاء في الداخل الإيراني يعادل نهاية الثورة وقد تم تسجيل أدنى نسبة إقبال في الانتخابات الإيرانية السابقة خلال واحد وأربعين عاما إذ أظهرت الإحصائية الرسمية أن الانتخابات لم تسجل سوى ثلاثة وأربعين في المائة بعموم البلاد وهذه أول انتخابات رئاسية بعدما شهدت البلاد أكبر موجتين من الاحتجاجات الغاضبة جراء تدهور الوضع المعيشي وأضرابات عمالية غير مسبوقة ويراهن المطالبون بتخطي النظام الحالي على الانتخابات المقبلة ويعاني التيار الإصلاحي بدوره من انهيار الشعبية في الشارع الإيراني مع فشل وعود روحاني خاصة في المجال الاقتصادي والانفتح قالت السفيرة الأمريكية في بيروت في مقابلة صحفية إن إدارة بايدن تريد رد على العدوان الإيراني أينما كان في العالم ومن ضمنه هنا إلى لبنان يتداول اللبنانيون فيديو للبطريارك الماروني بشار الراعي يعتقد أنه لمقابلة كان يجريها قبل أسابيع وتتضمن تصريحات قوية حول دور حزب الله في زعزعة استقرار المنطقة وجر لبنان إلى الهوية أنا بدي أقول لهم أنت لا يتبذل حيات بدك تشبرني روح على الحرب يعني أنه أنت تنعمل نحن حيات لبنانية وفي خيرك وخير كل اللبنانيين في باب الإزدهار ما بدك يهي بدك تخلينا نكون بحيات حرب أنت تقرره طيب أنت عم تاخد رأيي تتعمل حرب عم تاخد موافقة تتوت عصورية على العراق على اليمن عم تاخد رأيي الحكومة لما بدك تعمل تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل علما أنه بالدستور بيقول أنه إعلان الحرب والسلام برجع للحكومة بدأت تلتاني الأسواق لي هوني ما بدك ما بدك أني وفق لك ولا بتسأل رأيي وهوني بدك يهني أني أنا أسأل رأيك بدك وفق معك لاي أنا أعمل مصلحتك أنت شعم تعمل مصلحتي ولا مصلحة شعبك ولا مصلحة شعبك نحنا بجولة عندنا ناس من حزب الله بيقولولنا نحنا هذا السلاح ضدنا مش قدري بقى نحمل لأنه هن جعانين مثلنا الجوع مش بس منطقتنا ونلاقيشين بالغنورة هي أنا شو بدي إذا عندهم مصلح من موضوع تاني بس لاي أنا بدك مني وافق بدك توافق تنروح على موضوع في خلاص لبنان إلى لبنان قدم محامونة بلاغاً للنيابة العامة التمييزية في بيروت حول أدخال أدوية إيرانية الصنع إلى البلاد مخالفة لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية بحسب موقع الحدث نت وبتسهيل من وزارة الصحة التي باتت من حصة حزب الله منذ عام 2018 وحتى اليوم وكشف المحامونة للحدث نت عن دخول نحو 13 دواء إيرانياً بديلاً منذ أكثر من عام تستخدم للأطفال وللأمراض المزمنة وغيرها وأضاف الموقع بحسب محامين أن هذه الأدوية لم يتم إرسالها إلى مختبرات أوروبية وإخضاعها لتجارب سريرية كما تعهد وزير الصحة اللبنانية سابقاً وتقول المصادر إن مدعي عام التمييز حفظ البلاغ المقدم بعد أربع ساعات من تقديم الدعوة ما يشكل سابق في تاريخ لبنان متعللاً بغياب الأدلة الدامغة وعدم وجود جرم في القضية على حد تعبيره من جهته أوضح عضو في القمصان البيض للحدث نت أن الشركة التي أدخلت الأدوية الإيرانية كانت مسجلة على أنها شركة لاستيراد المواد الغذائية وليست لاستيراد الأدوية من بيروت ينضم إلينا المحامي مجد حرب أهلاً ومرحباً بك أستاذ مجد معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية إذا كانت تتوفر أي تفاصيل حول ملابسات حيثيات هذه القضية بإدخال أدوية إيرانية الصنع غير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية كيف ومتى تم الكشف عنها دخلت هذه الأدوية على لبنان من حوالي السنة تقريباً وهي أدوية بيوم شابهة يعني تعتبر أدوية إلى حد ما خطيرة إذا ما كانت مطابة للمواصفات دخلت من سنة ومن سنة إلى هلأ اكتشفنا نحن أنه بعد ما جرى علي الإختبارات الكافية للتأكد من سلمتها بشناك تقررنا نتقدم بهذا الإخبار بوقت لاحي نطرنا سنة تنشوف إذا رح يصير في الفحوصات المطلوبة عالمياً ووفق الأنون اللبناني للأسف هذه الفحوصات ما صارت هذه الفحوصات بيخدع عليها حتى الدواء المصنع بلبنان للأسف الأدوية الإيرانية بسبب يمكن محسوبيات الوزير السياسية الوزيرين السابق والحالي السياسية دخلت دون الخضوع للفحوصات للتأكد من سلامتها طيب يعني ما هي الأدلة والوثائق التي تؤكد خطورة هذه الأدوية يعني لو تشرح لنا أكثر حول طبيعة هذه الأدوية البديلة كيف يعني ذلك والبلاغ المقدم ضد من بالتحديد الإخبار اللي تقدبنا فيه كان ضد وزيري الصحة الوزير جباك والوزير حسن الحالي والسابق شركة لب إيران اللي هي استوردت الأدوية بإخبارنا نحن ارتكزنا تقريباً على 12 مستند قسم منهم تقارير طبية القسم الثاني قرارات هؤلاء الوزراء قدرنا نسبت نحن أنه هيدا الأدوية ما خضعت للفحوصات لأنه اللجنة الفنية بوزارة الصحة طلبت إخضاع على فحوصات مخبرية بعد تسجيلها وهو أصلاً موضوع مش منطقي لأنه ما فينا نسجل دواء نرجع بعدين نتأكد من سلامته ومن ناحية تانية كمان تأكدنا أنه الوزير السابق جباك طلب من هيدا اللجنة تسريع بتسجيل الأدوية الإيرانية واللي هي كمان شغلة غريبة يعني عادة الدواء تيدخل على لبنان شو ما كان هيدا الدواء بياخد حوالي السنتين تسجلت الأدوية الإيرانية البيو مشابهة اللي هي أدوية كتير متطورة مبنية على الخلية العائشة تسجلت خلال أربعة أو خمسة شهر وهيدا كان أمر مستغرب نطرنا بركة هيدا الأدوية بتخضع على الفحوصات ما خضعت للفحوصات متل ما قلت قبل مش نهيك تقدمنا بهذا الإخبار اللي بيطلع تقريبا حوالي 35 صفحة كل أقوالنا مسبتة بمستندات طبية وتقنية وإدارية وللأسف تقرر حفظ هذا الملف من قبل النيابة العامة طب ما الذي يفسر هذا الموقف من قبل النيابة العامة خاصة وأنه يعني كما تؤكد أستاذ مجد بأن هناك أدلة موثقة لكل هذه القضية كيف تفسرون هذا الموقف من النيابة العامة بصراحة ما في تبرير إذا حدا بده يفتش بالأنون على مخرج دايما بلاقي هذا المخرج ولكن على الصعيد الأنوني ما في تبرير خاصة نحن والسرعة غير مبررة نحن تقدمنا بالإخبار الساعة 11 حفظ الإخبار الساعة 3 تقريبا وصلنا للخبر وهذا شيء كثير غريب خاصة أن الإخبار في جانب تقنى بالدواءة لدراسته ما بنعرف إدي صار في تدقيق بالملف نحن جينا قلنا أنه في أدوية بتعرض صحة المواطنين اللبنانيين كلهم لخطر كثير كبير أقل ما يمكن كان تعملوا النيابة العامة بوقتها هي فتح تحقيق للتأكد من عقولنا بركنا نحن نكذب ولكن ما دققت كفية تتعرف وقائع هذا الملف هل تم التواصل مع نقيب الأطباء مع اختصاصيين ربما من قبلكم للوقوف بالفعل على خطورة هذه الأدوية تقول بأن هناك تقارير طبية أيضا هل تم التأكيد من تسجيل حالات مثلا لأثار جانبية لهذه الأدوية نحن مستنداتنا أكترية مستنداتنا تأمنت من قبل مجموعة بتسمي حالة الأمصان البيض اللي هي مجموعة طباء وخبراء بعالم الصيدلي أمنوا لنا هيدا المستندات والحالات في لبنان اليوم ما نقدر نطلع على كافة الحالات اللي عم بتصير لأنه هيدا الأدوية تستعمل من قبل الهيئة الطبية بمناطق معينة ما عنا وصول لهذه المعلومات كلها قدرنا نأمن المستندات أستاذ مجد هذه الأدوية هي غير متوفرة في كل لبنان فقط في مناطق أو لحالات محددة هي متوفرة في كل لبنان بس ما بعتقد حدا بيسترجع يستعملها إلا بمناطق للأسف مستعدة يمكن يمكن تضحي بقسم من شعبة كرميلة تجرب هذه الأدوية طيب يعني الآن ما هي الخطوات القانونية التي تنون القيام فيها بعد هذا الموقف من النيابة العامة التمييزية مؤسف موقف النيابة العامة التمييزية فكرنا أول ما طلع هذا القرار بالحفظ أنه نحن عملنا واجباتنا ويتحملوا مسؤولية من هون وطالع بس رجعنا بعد ما دقنا اكتشفنا أنه في طرق أخرى ممكن نلجأ لنسحب هذه الأدوية من الأسواق مثل ماذا؟ حتى لو ما حسبنا الوزراء جزائيا اللجوء إلى مجلس شورة الدولة عم ندرس هذه الإمكانية اللجوء إلى القضاء المدني يعني قضاء أمور مستعجلة في لبنان عم ندرس كذا خطوة ولكن ما رح نوقف هون بهذا الملف خاصة أنه عم بعرضنا حياتنا كلنا للخطر أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإضاحات من بيروت كنت معنا المحامي مجد حرب شكرا لك تهم رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جاجع النظام السوري بالتعدي على 750 كم من المياه البحرية اللبنانية داعيا أصدقاء النظام السوري في لبنان لحثه على القبول بالاحتكام للجنة الفنية التي تعنى بترسيم الحدود البحرية أو الذهاب للاحتكام الدولي ومحكمة العدل الدولية نحن نعتبر أنه في 750 كم مربع من يلي أنتم رسمينه هو بيرجعوا للبنان وبالتالي تطلب الحكومة اللبنانية من حكومة الأسد بدنا نقعد لأنه في مشكلة تقنية هون بدأ حل بدنا نقعدوا فريق تقني مثل ما عملنا مع إسرائيل بدنا نشكل فريق تقني تفضلوا شكلوا فريق تقني لكي نبحثوا مسألة الحدود البحرية ونتفق إليها الأسد نعرف عنده كثير أصدقاء في لبنان بركي هالأصدقاء بيستعموا صدقتنا هلأ تقولوا يا أسد أنت عم تتعدن على 750 كم مربع طبعا للتحديد يلي الحكومة اللبنانية عملته بقى تفضل يقبل بلجنة تقنية لكي نعش هالموضوع يقبل بتحكيم دولي يروح تروح على محكمة العدل الدولية الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان دفعت البعض إلى سرقة أغطية الصرف السحي في مناطق مختلفة للاستفادة من الحديد وإعادة بيعه بأسعار مرتفعة وتظهر سجلات بعض من ألقي القبض عليهم أنه لم يسبق وأقدم على السرقة في وقت سابق ويتم التفاصيل وسط شوارع بيروت يقود فؤاد دراجته النارية بحذر إذ سبق وتعرض لإصابة بالغة بعد سقوطه في إحدى حفر الصرف الصحي مشهد غريب يلف العاصمة اللبنانية التي تتعرض شوارعها لسرقة ممنهجة معظمها باتا خاليا من أغطية الصرف الصحي التي تسرق لتباع مجددا أزمة أمنية تعرض سلامة السائقين للخطر يومياً عم بيصير فيه إصابات بس الرأي العام ما عم ينتبع على الشيء هيدا ونحن من جمعية اليازة عم نطلق هيد الحملة بشكل وعي كل العالم وخصوصاً الدراجين لأن يومياً عنا إصابات وللأسف كمان بالليل ما فيه إنارة يعني بلحظة صغيرة مهدد حياة الدراج للخطر وفي ظل الإنهيار الاقتصادي وعدم تمكن الدولة من استبدال الأغطية المسروقة اتخذت جمعية اليازة للسلامة المرورية على عطقها وضع الإطارات على الحفر لحماية السائقين سرقة أغطية الصرف الصراحي ليست سوى مؤشر على ازدياد نسب الصرفة في لبنان التي تخطت المئة والأربع والأربعين بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي على وقع الانهيار الاقتصادي الذي زجب أكثر من نصف اللبنانيين إلى مدون خط الفكر ازدادت حوادث الصرفة بحسب دراسة أجرتها الدولية للمعلومات والسرقات لا تقتصر على شوارع بيروت بل تتعداها إلى سرقة المنازل في الكرة النائية إضافة إلى سرقة السيارات وغيرها من المقتنيات هناك ناس جدا لم يكنوا عندهم سجل سرقة صاروا جدا يقدموا على السرقة هذا ليس لواحدهم يتم تجنيدهم من خلال الشبكات الموجودة لأن اليوم لا يوجد حدا يمكن يباشر نتيجة الفقر والجوع أن يبادر إلى السرقة لا بد ما يكون في حدا عم يدعمه يقف وراء وبالتالي يتشاركوا أو يتعاصموا المسروقات العام التم ورغم أن القوى الأمنية تمكنت من توقيف أكثر من عصابة إلا أن علماء الاجتماع يرجحون تفاقم هذه الظاهرة في المستقبل غنوية تيم الحدث بيروت نشرتنا مستمرة وفي بعض الفاصل الولايات المتحدة تسحب 15 مليون جرعة من لقاح جونسون عن جونسون بعد فسادها بسبب خطأ بشري سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث مع لحالات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعدتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد بعد تعرضه لحملة عنصرية سحب طارق الأوس ترشحه لمقعد في البرلمان الألماني وهو أول لاجئ سوريا ترشح لهذا المنصب وفق ما أعلنه عنه حزب الخضر الذي ينتمي إليه الشاب وجاءت هذه الحملة العنصرية بعد أن اقترح الشاب تغيير عبارة ظاهرة على مبنى البرلمان الألماني تحمل شعار إلى الشعب الألماني واستبدالها بعبارة من أجل كل من يعيش في ألمانيا وبدوره عبر وزير الخارجية الألماني هيكوماس عبر تغريدة له عن أسفه لهذا القرار مشيرا إلى أنه أمر رهيب لديمقراطية أن يفشل هذا الترشيح في مواجهة التهديدات والعنصرية من برلين ينضم إلينا عضو مجلس يومناء الحزب الحاكم الألماني ومفوض الاندماج والهجرة مصطفى العمار أهلا ومرحبا بك سيد مصطفى معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول الأسباب التي دعت الشاب اللاجئ السوري طريق الأوس لسحب ترشحه من المقعد في البرلمان الألماني مساء الخير عزيزتي مساء النور طبعا هنا ليس الحديث نيابة عن الأخطارق لأن الأخطارق هو بإمكان أيضا الحديث عن نفسه وأيضا شرح الأسباب لكن ما أود أن أقوله نحن في السياسة الألمانية من يريد أن يأخذ على مسؤوليته وعلى عاتقه المسؤولية عليه أن يواجه كافة الأشكال العنصرية سواء كانت من المجتمع الألماني أو أيضا من العرب الموجودين هنا في ألمانيا العنصرية هنا لا تنطبق فقط على الألمان وإنما أيضا موجودة بين العرب وبين المسلمين عبارة عن أيضا متطرفين ومتشددين لكن هنا أود أن أقول الديمقراطية هي تتسأ مكان رحب وتتسأ للجميع لكن أعيد أن أقولها من يريد أيضا أن يظهر وجهه للديمقراطية وتحمل مسؤولية عليها أن يتحمل كافة الإجراءات وأيضا كافة الابتهامات أو كافة الإحتداءات وغيرها وهذا ما حصل لي أيضا في عام 2017 عندما كانت بقدة التي هي الحملة المتطرفة لليمين المتطرف في أوج قوتها وتعرضت أيضا لمحاولة القتل في أسنة 2017 وهناك الكثير من الأمور عندما دخلت السياسة الألمانية كنت أول ألماني من أصول عربية قبل تقريبا 2014 وأيضا مؤخرا أن أسحبت ترشيحك أيضا من الانتخابات هل هذه المعلومة أيضا دقيقة وما هي الأسباب؟ نعم أنا أسحب الترشيح قبل تقريبا أسبوع لكن الأسباب هي ليس لأسباب عنصرية أو هو كعنصر رئيسي بالعكس الأسباب العنصرية ربما هي عنصر غير رئيسي أو غير أساسي لكن هناك يتعذر سماعك جيدا على ما يبدو هناك خلل بكل الأحوال ممكن أن نعود إليك تسمعوني؟ تسمعيني الآن؟ نعم أنا أسمعك جيدا نعم تفضل تفضل أكمل نعم أنا أخبرتك أنه أنا سبب انسحابه وتقريبا كان قبل أسبوع من الآن والأسباب الرئيسية لم تكن هي العنصرية لكنه جزء من أسباب الانسحاب ولكن الأسباب سوف أصرح عنها بعد عيد الفصح قريبا إن شاء الله لكن نعود إلى موضوع أنه معادات هنا ما موجود في ألمانيا وسحب الأخ طارق سبب انسحابه أنا أود أن أدعم أخي طارق نحن هنا من أصول عربية نقف مع بعض لأجل ديمقراطية لأجل دعم أيضا أخواننا الموجودين هنا مثل ما أخبرت أنه السياسة والديمقراطية هي مكان راحب لاتساعد جميع لكن علي أيضا أن يتحمل المسؤولية وأن يمارس وأن يستمر في دعمه إلى الديمقراطية نعم ولكن هذا أيضا بحسب ما يراه البعض يعتمد على حجم الممارسات العنصرية ضده أو حتى إذا كنا لا نريد أن نسميها عنصرية حجم التهديدات له ولعائلته يعني إذا كانت تتوفر لديك أي معلومات حول حجم هذه التهديدات التي تعرض لها حتى يستسلم ويصحب ترشحه أختي الفاضلة الشعب السوري خرج إلى مظاهرات في وسط الشبيحة وفي وسط الدكتاتورية وواجه هناك القتل والقمع والسجون وجاء إلى هنا عليه أن يستمتع بالديمقراطية وأن يدافع عنها وهذا مثل ما أقول لك أنظر إلى إخواننا اليهود الموجودين هنا قتل منهم تقريبا ستين مليون في أهد النازية ولا زالت إلى الآن معابدهم وتقوسهم ومارسون حياتهم ولكن هل يتوقع أستاذ مصطفى هل يتوقع اللاجئ السوري أو أي من أي جنسية أن يلجأ إلى الدول الأوروبية هربا من القمع والبطش والملاحقات والتهديدات ليلاقي معاملة طبعا يعني أكيد نحن بعيدون تماما عن التعميم ولكن معاملة من البعض بنفس الطريقة يعني هل هذا مبرر أيضا لهذه الممارسات لربما العنصرية موجودة هنا أنا لا أقول لك هناك لا توجد عنصر بالعكس أنا أيضا واجهة العنصرية والكثير أيضا ينتقدني عندما أدخل إلى اجتماعات الحزب أو عندما أكون في عدة لقاءة صحفية وغيرها يقولون لي أنت لا تستحق أن تحمل العالم الألمان لأنك من أصول مسلمة ومن أصول عربية لكن هذا الشيء بالعكس يزيدني استمرار ويزيدني أيضا الشجاعة وقوة مثل ما قلت الميدان هنا يحتاج إلى فرسان يحتاج إلى مواجهة نحن واجهنا الإرهاب هنا نواجه الإرهاب والعنصرية مع بعض الإرهاب من المتشددين سواء كانوا من الإخوان أو من السلفية أو من أيضا حزب الله وغيرهم نواجههم هنا بالعالم وهم أكثر عنصري وأكثر قسوة من العنصريين الألماني الذين موجودين هنا في المجتمع الألماني علينا أن نكون شجعان علينا أن نأخذ المسؤول على عتقنا وكلنا مهددين لكن الحياة هي عبارة عن موقف أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاحات من برلين كنت معنا عضو مجلس ومناء الحزب الحاكم الألماني ومفوض الاندماج والهجرة مصطفى العمار شكرا لك ومشاهدين في شأن سوريا آخر طبعا متعلق بالأزمة السورية هذه الأزمة التي باتت الآن في خزائن الدبلوماسية الدولية وأيضا الإقليمية وبعد أن تم نسيانها في هذه الخزائن أعاد المؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل تسليط الضوء عليها مع استمرار الخلافات في الرؤى وانعدام التوصل إلى أي تفاهمات أو تسويات بين الأطراف الفاعلة لا سيما بين موسكو وواشنطن حيث أعيد طرح مقاربة خطوة بخطوة أو خطوة مقابل خطوة بين الطرفين في سوريا وهذه المقاربة تتضمن استعداد الغرب لتقديم حوافز كتخفيف العقوبات وفك العزلة عن دمشق مقابل تقديم موسكو لخطوات إيجابية في العملية السياسية والدور الإيراني في سوريا وفق ما كشفته صحيفة الشرق الأوسط أبرز أوجه الخلاف تبرز أيضا في دعم موسكو للنظام بتنظيم الانتخابات الرئاسية دون انتظار إجراء الإصلاحات الدستورية في سوريا وتواصل أيضا موسكو مساعيها وتحث دولا عربية وأوروبية على المساهمة بإطلاق عمليات إعادة الإعمار وحتى التطبيع مع النظام في دمشق في الوقت ذاته لا يزال موقفها صلبا في مجلس الأمن باتجاه عدم التمديد للقرار الدولي 2533 والقاضي بإيصال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية وتضغط أيضا موسكو على الدول المانحة لتقديم المساعدات من دمشق عبر المؤسسات الأممية المقيمة فيها وعلى الجهة المقابلة يطالب الجانب الأمريكي روسيا بتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لمحتاجها في المناطق طبعا التي لا يسيطر عليها النظام وردا على الاتهامات الروسية بتسييس المساعدات وتقويد السيادة السورية أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على أن القصد من السيادة لم يكن أبدا ضمان حق أي حكومة في تجويع شعبها أو حرمانه من الأدوية والمساعدات ورغم انتقادات روسيا لمؤتمر بروكسل بعدم إشراك دمشق إلا أن حجم التعهدات المعلنة في ختام المؤتمر كان مباشرا وطبعا الأبرز كان تأكيد المؤتمر الذي شارك فيه 52 دولة على ضرورة إكمال عملية سياغة دستور جديد تمهيدا لانتخابات حرة وعادلة تحت إشراف الأمم المتحدة بالإضافة أيضا إلى إشراك السوريين في الخارج وفي بلاد النزوح طبعا في تلك الانتخابات وهو ما يعني عدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة التي ينوي النظام إجراؤها بعد أشهر قليلة أما بالنسبة لإعادة الأعمار فأكد المؤتمر على أنها ستكون ممكنة فقط في حال سريان حل سياسي موثوق وراسخ مبني على قرار مجلس الأمن 2254 بالإضافة إلى بيان جنف إلى ليبيا يبدأ اليوم قبول ملفات الترشح للمناصب القيادية في المؤسسات السيادية الليبية بعد أن وضعت اللجنة المكلفة بتسلم وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح وفق التشريعات والقوانين المنشأة والمنظمة أيضا لعمل هذه المؤسسات وسيتم قبول الترشحات بمكتب ديوان مجلس النواف بنغازي وفرعيه في طرابلس وسبها ويتعلق الأمر بمناصب رئيسة في سبع مؤسسات سيادية بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه فضلا عن رئيس هيئة مقفحة الفساد ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات اقترح مؤخرا في الأمم المتحدة أو اقترح تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة من ليبيا تتشكل هذه الآلية من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين ما أثار تساؤلت لديبلوماسيين حول ضعف عديد البعثة وتسأل ديبلوماسيون كيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهش للأعمال العدائية ومغادرت نحو عشرين ألف مرتزق وأكد أحد الديبلوماسيين الذين لا يريد الكشف عن اسمه أنه يخشى تثبيت الوضع العسكري على الأرض ويتساءل إن كان ذلك يحول دون استئناف الحرب الأهلية ويتحدث مسؤول الأمم المتحدة منذ أشهر عن قوة خفيفة وعن تسلم الليبيين مقاليد الأمور تحت مظلة الأمم المتحدة وعن ألية مراقبة متطورة تدريجيا وتتعرض المملكة المتحدة إلى ضغوط لاقتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار التوحيد السياسي في ليبيا وتضمين بعثة الأمم المتحدة للدعم ألية مراقبة لوقف الأعمال العدائية ومغادرة القوات الأجنبية قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الخسائر والتعويضات بسبب إغلاق القناة قد تصل لمليار دولار وأضاف ربيع أن الهيئة تدرس منح تخفيضات في رسوم العبور للسفن التي تضررت خلال الأزمة مؤكدا أنها ستنتهي من عبور كل السفن العالقة مساء الجمعة أو صباح السبت المقبل وكان رئيس هيئة قناة السويس أشار قبل ذلك لأن السفينة إيفر جيفن التي جنحت في القناة ستظل تحت التحفظ لحين انتهاء التحقيقات أفاد مراقبون فلاكيون وخبران ظاهرة تسمى قمر الدودة حيث كان القمر قريبا نسبيا من الأرض ساعدت في تحرير سفينة الشحن الضخمة إيفر جيفن التي علقت في قناة السويس ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ولرئيس شركة الإنقاذ التي ساعدت في تخليص السفينة العالقة فإن ظاهرة قمر الدودة الطبيعية ساهمت بالفعل ومنحت جهود تخليص السفينة دفعة كانت بحاجة إليها حيث شهدت قناة السويس مستويات مياه أعلى من المعتاد وساعد المد الغابط القوي الذي شهدته في دفع السفينة بقوة أكبر مما يمكن أن تسحبه قاطرتان ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن خطأ بشريا في مصنع بالتيمور لتصنيع لقاح فيروس كورونا التابع لشركة جونسون أن جونسون قد أفسد نحو 15 مليون جرعة ووفقا للصحيفة فقد أدى خلط العمال عن طريق الخطأ مكونات اللقاح قبل عدة أسابيع إلى إطلاف الجرعات وتضيف الصحيفة أن الشركة المصنعة لم تتلقى بعد تصريح طارئا من إدارة الغذاء والدواء لإنتاج مكونات اللقاح فيما تؤكد شركة جونسون أن جونسون أنها وجدت دفعة واحدة من مادة دوائية لا تلبي معايير الجودة خلال عملية مراقبة الجودة مضيفة أن الجرعات لم تتقدم بعد إلى مرحلتي الملء والتشتيب من عملية التصنيع لديهم الأخبار من الحدث بعد الحاكم الإيراني إيرلو زعيم ميليشيا حزب الله يفرض على الحوثيين علن رفض المبادر السعودية للسلام نقاش روسي صيني إيراني لخارطة طريق وجدول زمني لإحياء الاتفاق النووي محامون لبنانيون يتقدمون بإخبار بشأن أدوية إيرانية بديلة تخالف معايير منظمة الصحة العالمية والإشراءات القانونية بهذا نأتي على ختم هذه النشرة مشاهدين دائما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي كما يمكنكم زيارة الموقع الحدث دوت نت إلى اللقاء